باب قول ما شاء الله وشئت مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشيكون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت رواه نسائي وصحها وله أيضا عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله إدى ما شاء الله وحده وللما جعلني الطفل يا أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مرت بنافر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن طفيل رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قول ما شاء الله وحده ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين جهنية أرضي الله عنها أن يهوديا أتى الحديث رواه النساء وإسناده صحيح وتصحيح النساء ذكره ابن حجر في فتح الباري وتصحيح النساء ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس هو موجودا فيما انتهى إلينا من نسخ سننه الصغرى ولا الكبرى ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت ودلالته على مقصود ترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت والنهي للتحريم والنهي للتحريم لما في الواوي من التسوية كما تقدم والنهي للتحريم لما في الواوي من التسوية كما تقدم والتسوية المذكورة توقع في الشرك والتسوية المذكورة توقع في الشرك ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون ومن جملة ذلك قول ما شاء الله وشئت الذي يجري على الألسنة والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى للصغرى ورواه ابن ماجه أيضا وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أجعلتني لله ندة أولها في قوله أجعلتني لله ندة أي بقولك ما شاء الله وشئت أي بقولك ما شاء الله وشئت فلما سو بينهما وقع في التنديد فلما سو بينهما وقع في التنديد وهو الشرك كما سبق وثانيها أن الاستفهام وقع استنكارا لما قالته أن الاستفهام وقع استنكارا لما قالته وثالثها في قوله ما شاء الله وحده لما فيه من تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة دون شريك لما فيه من تقرير انفراد الله وحده بالمشيئة دون شريك والدليل التالث حديث أطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفل من اليهود الحديث رواه ابن ماجة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم عن ذلك لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها وقع بيان الحامل له في رواية عند أحمد قال كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها وأراد بالحياء استحياؤه من ربه وأراد بالحياء استحياؤه من ربه أن يبتدي نهيهم عن شيء قبل أمر الله له بأن ينهاهم قبل أمر الله له أن ينهاهم مما يدل على كونه أصغر لا أكبر مما يدل على كونه أصغر لا أكبر لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم فلا يتلجلج ولا يتوقف في النهي عنه والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده إمعانا في تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة إمعانا في تقرير انفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة وهذا غاية الأدب في التوحيد فإنه كان يسعه أن يأمرهم بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ولكنه أراد لهم أن يعظموا الله غاية التعظيم والتوحيد فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده فصار ذكر المشيئة له حالان الحال الأولى إفراد الله عز وجل بها إفراد الله عز وجل بها بأن يقول العبد ما شاء الله وحده وهذا غاية التوحيد والأخرى أن يذكر معه غيره أن يذكر معه غيره فإن ذكره بقوله ثم جاز فإن ذكره بقوله ثم جاز بأن يقول ما شاء الله ثم شئت وإن ذكره بقوله وإن ذكره بذكر الواوي وإن ذكره بإثبات الواوي منع منه وكان محرما كأن يقول ما شاء الله وشئت أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصور الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي الثالثة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام